اشتركوا في القناة اشعارك ربي رضاك السلام عليكم بهذا الفيديو راح يساعدنا الكابتن عبد السميع اهلا وسلم بهذا الفيديو راح نشرح لكم لو واحد اجي يمسكني من الخلف بهذا الشكل انا كنت ماشي اجي يتعرض لي مسكني بهذا الشكل كيف اتصرف معه بطريقة سهلة وسلسة وبسيطة ممكن حتى الغير مقاتل يقدر يطبقها تابعوا الفيديو انتبهوا للشرح منيح وحاولوا انشروا لأصدقائكم تابعونا في الحركة الاولى اول ما اشعر انه لما سكت في واحد رفعت ايدي مع الدوران الخلف شوف واحد منطقة الابط نزلت بعنف لتحت عملت قفل عليه واحد شوف استكملت هداء دوران هذا دوران بخلع كتفه شوف واحد كملت بكوعي على صدره سواء باليمين او اليسار او الوساط وضربت بعنف لتحت في الحركة الثانية اول ما اشعر انه لمسكت في واحد واحد رفعت كوعي للدوران مسكت في الدوران بايدي شوف كيف ما تثبتت ايده واحد رفعت كوعي للدوران عملت قفل تحت الابط واحد مسكت رقبته اثنين شوف حطيت رجلي ورا الركبة طبعا ممكن هاي الحركة بتكفي لي فوق بتكسر ايده فيها بتكمل تحت شوف ضرب بترميه في الارض وبتكمل لكمات ركلات على الوجه في الحركة الثالثة اول ما يلمسكت فيه شوف دوران ضربت على البطن بكوعي واحد شوف بنص نص البطن او عرأس البطن مسكت كتفه ضربت ركبتي في البطن واحد شوف كسرته الامام رميت الركبة للداخل ببطنه مسكت كتفه رجلي ورا رميته في الارض كملت لكمات ركلات على الوجه في الحركة الرابعة اول ما يمسكت فيه شوف هلنا حركتين دوران مسكت ايده ثبتت ايده مع ضربة بسيف الايد او بخنجر الايد ضربتين بتوقيت واحد واحد شوف بالمنطقة هون على الجنب اليمين او للامام واحد للداخل ضربة قوية بتكون شوف كملت بكوعي اثنين رميته في الارض اشكركم على المتابعة الله يدفوك الف عافية اشتركوا في القناة